في زيارة مفاجئة هدفها الاشراف على مجريات العمليات الامنية التي انطلقت للقضايا على ما تبقى من عصابات داعش الارهابية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يزور مقر اللواء التاسع والخمسين عمليات المشاه الفرقة السادسة في قضاء الطارمية شمالي بغداد يرافقه معاون رئيس اركان الجيش وقائد عمليات بغداد ومن غرفة العمليات العسكرية القائد العام للقوات المسلحة بدأ التخطيط للعملية الاستباقية التي تهدف الى تطهير قضاء الطارمية من فلول الارهاب وعصابته الكاظمي وفور وصوله الى ارض المعركة اجتمع بعدد من القادة الامنيين واستمع الى اجاز عن تطورات الوضع الامني في المنطقة واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والامنية التي تنفذ لملاحقة صناع الارهاب ودعاته العملية وثق مصادر امنية اتت اكلها واسفرت عن تكبيد عصابات داعش خسائر فادحة في الارواح والعتاد وانتهت بقتل قيادات في التنظيم الارهابي وتدمير لمضافات جرمه وغيه وريائه القائد العام للقوات المسلحة وبعد نصر مبين ثمن جهود المقاتلين الابطال الذين ينتزعون الامن من اعدائهم انتزاعا ويغرسون الامن والاستقرار جذورا حتى سابع ارض ويحملون امانة ومسئولية حماية دار السلام بغداد عبر ضرباتهم الاستباقية الموجعة على رقاب الارهاب وفلوله وفي نهاية الزيارة وجه الكاظمي بضرورة ادامة عمليات ملاحقة الفلول الارهابية بالتعاون مع وجهاء المنطقة والشيوخ عشائرها لامانه بان مسئولية القضاء على الارهاب تقع على عاتق الجميع ويبقى العراقيون الابطال يسطرون بدمائهم الزكية وارواحهم الطاهرة اروع الملاحم لتحرير الارض من دنس الارهاب الذي يستقتل هنا او هناك وهو يعلم علم اليقين ان لا مكان له في العراق بارضه وبحره ورافديه وسمائه